وصول آخر دفعة جرارات أمريكية لصالح مصر تعالوا نتعرف على التفاصيل من كم يوم وتحديداً ثالث يوم العيد وصلت الدفعة الأخيرة من الجرارات الأمريكية إلى ميناء الإسكندرية وده ضمن صفقة تصنيع وتوريد 100 جرار لصالح مصر بالإضافة لتوريد 110 جرار تصنيع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية واللي وصلت بالكامل وتم الانتهاء من توريدها من سنتين وخلال عملية تفريغ الجرارات من السفينة كان موجود المهندس محمد عامر رئيس السكة الحديد علشان يباشر عملية إنزال آخر الجرارات الأمريكية وده تمهيداً لنقلها إلى ورش الجرارات اللي موجودة في منطقة فرز القاهرة بالشرابية علشان يتم الاستعداد بيها تمهيداً لتشغيلها على خطوط السكة الحديد بعد عملية التشغيل التجريبي واللي بتستمر قرابة الأسبوع علشان يتم التأكد من جاهزيتها للعمل ضمن عوامل الأمن والسلامة الخاصة بالسكة الحديد الدفعة الجديدة عددها قرابة العشرين جرار وهي من تصنيع شركة وابتك الأمريكية وتم نقلها من مدينة نورفولك بولاية فيرجينيا الأمريكية إلى ميناء الإسكندرية والرحلة استغرقت حوالي إسبوعين والدفعة الجديدة هي آخر دفعة في صفقة توريد مئة جرار جديد وبكده يرتفع أعداد الجرارات الأمريكية اللي تم توريدها على مدار خمس سنين لمئتين وعشرة جرار وده يساعد بنسبة كبيرة على دعم قوة الجر في السكة الحديد وتحقيق أحد أهم بنود تطوير السكة الحديد من خلال زيادة أعداد الوحدات المتحركة في الحقيقة الجرارات الأمريكية أثبتت كفاءة عالية على مدار أربع سنين وساعدت في انتظام الرحلات بشكل كبير خاصة على الخطوط الطولية للسكة الحديد من خلال قوة تصارع عالية بالتزامن مع تطوير منظومة إشارات السكة الحديد على الخطوط الرئيسية والفرعية واللي سمحت بزيادة أعداد الرحلات على خطوط الهيئة الدفع الأخيرة ترقمها بيوصل لـ 2692 وكان من ضمنها الجرار رقم 2690 صاحب الترند الشهير بعد قيام سيدة أمريكية بتصوير الجرار خلال نقله إلى الميناء تمهيداً لنقله المصر والسبب في ده عالم مصر واللي كان سبب في شد انتباه السيدة الأمريكية صاحبة تصوير الفيديو علشان كده نزلت من عربيتها وصورت الفيديو وهنا سألت نفسها إزاي قطار مصري بيمشي في أمريكا عادي كده واللي هم يا ترى هيبنوا سكة حديد تربط مصر بأمريكا ده غير إن في مصريين بدأوا يحللوا الفيديو بطريقتهم اللي يقول لك دي جرارات روسية بتتصنع في روسيا وبتتقفل في أمريكا وهنا وضحنا في إحدى الفيديوهات تفاصيل القصة واللي بدأت في عام 2019 بعد ما فازت شركة جنرال إلكتريك الأمريكية بمنقصة توريد 110 جرار جديد لصالح سكك حديد مصر وده ضمن خطة وزارة النقل المصرية لدعم قسطولها المتحرك وبالفعل وصل أول عشر جرارات من الصفقة الأولى لميناء الإسكندرية وتحديداً في ديسمبر 2019 علشان تتوالى وصول الدفعات واكتمال الصفقة بالكامل في 2021 وبكده يكون فيديو النهارده خلص استنونا فيديو جديد من أخبار عالم النقل